مجزول لأهم وآخر الأنباء أهلا بكم أكد رئيس الوزراء الدكتور معين عبد الملك خلال تراوسه اجتماعا لقيادة وزارة الكهرباء والمؤسسة العامة للكهرباء على أهمية استخدام طاقة المتجددة لتعزيز التوليد ضمن الشبكة العامة مشيرا إلى أن توقيع اتفاقية إنشاء أول منظومة لتوليد الكهرباء عبر الطاقة الشمسية في بلادنا مع لشقاف دولة الإمارات العربية المتحدة في عدن يعد منطلقا لوضع حلول مجدية وستراتيجية لزيادة التوليد وتجاوز انقطاعات الكهرباء عبر مصادر الطاقة المتجددة موجها وزارة الكهرباء بتنفيذ الخطة لتنفيذ هذا المشروع الحيوي كما طلع الاجتماع على تقرير لمنحة المشتقات النفطية السعودية الجديدة لتشغيل أكثر من سبعين محطة لتوليد الكهرباء وآليات الاستفادة منها ومواصلة برنامج الإصلاحات في قطاع الكهرباء بحث وزير المالية سالم بن بريك مع السفير الهولندي لدى بلادنا بيتر ديرك هوف عبر تقنية الاتصال المرئي استمرار التنسيق وشراكة بين الجانبين وتطرق الوزير بن بريك إلى المستجدات الاقتصادية على ساحة الوطنية وجهود الحكومة لتحسين الأوضاع والتحديات التي تواجهها وأشار وزير المالية إلى الأثار الاقتصادية المترتب على هجمات ميليشيات الحسن الإرهابية على الموانئ والمنشآت المدنية والاقتصادية داعيا المجتمع الدولي إلى اتخاذ مواقف حازمة ورادع تجاه الاعتداءات على المنشآت الاقتصادية والحيوية وأكد بن بريك أهمية تضافر اليهود الدولية لدعم الحكومة اليمنية لمواجهة التحديات الاقتصادية مجدا ترحيب الحكومة بأي جهود دولية من شأنها تحسين الاقتصاد وتسريع عجلة التنمية ناقش وزير الصحة العامة وسكان الدكتور قاسم بوحيبه بعدا مع محافظة الخبيل سقطر المهندس رأفة علي الاحتياجات الملحة للمرافق الصحية في الارخبيل وامكانية تعزيز التدخلات فيها بما يعزز من منظومة العمل الصحي ونوعية الخدمات المقدمة فيها وأقر لقاء استكمال انجاز مستشفى 22 مايو وتجهيز قسم للطوارئ بشكل عاجل وتزويده بالاحتياجات الطبية اللازمة كما ناقش اللقاء امكانية انشاء مخازن للأدوية والمستلزمات الطبية وبناء القدرات الذاتية لقطاع الصحة ومعالجة قضايا الكادر المؤهل من أبناء الارخبيل ورفع بها للموارد البشرية لعمل المعالجات اللازمة ميدانيا نستشهد جندي من أفراد اللواء الثاني مغاوير برصاص أحد قناصة ميليشيات الحوثي في جبهة الفاخر غرب قعطى بشمل محافظة الضالع وقالت مصادر عسكرية في اللواء الثاني مغاوير أن الشهيد علي مستنى الجهش استشهد إثر إصابته برصاص قناصة ميليشيات الحوثي في أحد المواقع الأمامية بتباب عثمان بقطاع الفاخر هذا ودفعت الميليشيات بالعشرات من عناصرها باتجاه الخطوط الأمامية للقوات المشتركة بالطالع واستهداف مواقعها بطيران المسير في محاولة منها لاحداث أي اختراق فيما تعاملت معها وحدات القوات المشتركة والمقاومة وعادتها إلى أدراجها محملة بخسائر بشرية كبيرة أصيب مواطن جراء انفجار لغم من مخلفات ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة إيرانيا في محافظة الحديدة وأفادت مصادر محلية بإصابة مواطن في الثلاثين من عمره بانفجار لغم في قرية السطور الجنوب محافظة الحديدة وأدى انفجار لغم إلى إصابة المواطن بكسور في ساقه اليسرى وشضايا في أجزاء متفرقة من جسمه تعد الحديدة أكثر المحافظة اليمنية انتشارا لحقول الألغام التي زرعتها الميليشيات الحوثية الإرهابية حيث سجل فيها الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم من النساء والأطفال اختطفت ميليشيات الحوثي الإرهابية العشرات من الأمناء الشرعيين في محافظة إب في ظل مساعي حاسيثة لاستكمال حوثنة القضاء وشرعانة عملياتنا بالأراضي الأوقاف بالمحافظة وقالت مصادر حقوقية أن عمليات الاختطاف تأتي ضمن خطط الميليشيات لإحلال عناصر موالية لها بدلا من عناصر أخرى وكذبت المصادر مزاعم الحوثيين القائلة بأن الأمناء المختطفين غير شرعيين ويمارسون التزوير لافتة إلى أن غالبية هؤلاء الأمناء جرى اختبارهم في أكثر من مرة من قبل اللجان الحوثية وتم الإعلان عن أسمائهم من قبل تلك اللجان كأمناء شرعيين وصلنا إلى نهاية الموجز قدمناه لكم من قناة عدان الفضائية في أمان الله